من المنتظر أن يتم تنصيب لجنة وطنية تقنية خلال الأيام القليلة القادمة تهتم بدراسة التكلفة الحقيقية لسعر الخبز الوحيدة لا سيما بعد الزيادات المفاجئة التي شهدتها بعض المواد الأولية هذا فضلا عن زيادة في سعر الكهرباء بعد ارتفاع المفاجئة عن أسعار مادة الخميرة ومادة محسن الخبز وبعد ما سمعنا المعلومات يكون ارتفاع سعر الكهرباء نصيب لجنة تقنية التي تتكلف الملف الخبزين استعمال الفرينة الجديدة مطلع السنة القادمة للمحافظة على السعر الحالي والعمل على رفع هامش ربح الخبز الذي من المفروض لا يقل على 10% هامش الربح من الخبز كاين 15% كاين 5% حسب الخبازي يلقىها مشرب حتى أو في التجارة أن المواطن يكون مرتاح ما يكون لهش ارتفاع في سعر الخبز إجراءات جديدة تلوح في الأفق بعد الاجتماع الأخير الذي سيعقد الأسبوع القادم بين وزارة التجارة وممثل الخبازين فهل سينتهي هذا الاجتماع بنتائج ترضي جميع الأطراف؟ ترجمة نانسي قنقر